اتفاق طال انتظاره واللافت فيه أن من مهر التوقيع على بنوده كان يؤدي دورا بالإنابة عن الرياض وأبو ظبي فهما من تملكان زمام الوضع في اليمن ومن بيدهما إعلان الحرب أو السلام وضع جديد في عدن والمحافظات الجنوبية ساعة السعودية كثيرا لتحقيقه امتد إلى رعايتها بصورة كاملة ويبدو أن أبرز ما فيه هو ضمان عودة الرئيس هدي والحكومة إلى عدن بعد أن كانت الإمارات قررت إبعادهما نهائيا ستحق مشاهدة الله تعالى تطلعات الشعب اليمني وسيفتح هذا الاتفاق بإذن الله أمام اتفاهمات أوسع بين مكونات اليمانية الوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة اليمنية ويحصن اليمن ويحميه مما يريد الخير لليمن بجميع مكونات وسائر شعوب مرتن عربية يرى حلفاء الرياض هذه المرة أن المملكة ما تزال لها كلمتها المسموعة في اليمن وما لبث أن تحول ذلك التفسير إلى اعتبار التوقيع على الاتفاق نصرا للدبلوماسية السعودية الجديدة لكن فريقا آخر يرى أن الإمارات ما تزال تحمل مفاتيح الأزمة عبر المجلس الانتقالي المدعومي منها وكما لو أنها كانت حريصة على إعادة الوضع في الجنوب إلى ما قبل اندلاع الحرب الأخيرة وما حمل تأكيدا هو حضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي أراد أن يظهر وجها آخر لسياسة بلاده في بلد ظهر سياسيه عاجزين وعديم حيلة أمام عاصفة الأزمات التي تتوالى تباعا الحكومة ضمنت على الأقل العودة إلى عدن ودرء الضربات الجوية التي قد تشنها المقاتلات الإماراتية على قواتها أما الانتقال الجنوبي الذي وطئت قدمه للمرة الأولى القصور الملكية كان يحقق ما اعتقده مكاسب سياسية عززتها نشوة الجلوس على طاولة قد تفتح له مستقبلا جديدا وبين ذلك يبدو أن من الخطأ اعتبار الاتفاق وسيلة لتحقيق الاستقرار بدلا من أن ينظر إليه كعائق مستقبلي يقف ضد إحلال الدولة القوية التي قد ترفع سطوة الحوثي